سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيبي طلب السنة والعدادي اهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد النهاردة ان شاء الله معدنا مع شرح جرامر يونت 5 عن الباص سيمبل جهز نفسك هنشرح الباص سيمبل وهنعمل الاكسرسايزز بعد ما ندي اكزامز كتير عليه ياريت بعد الشرح تكمل الفيديو لان فيه اكسرسايزز توقف الفيديو ودقيس مستويك وتشوف نفسك ولو حتكت اي حاجة اكتبلي في الكومنت يلا بنا نبدأ زمن الماضي البسيط ازاي اعمل فعل ماضي بشكل صحيح في الانجوش الفورب الشكل بتاعه معروف جدا هو استعمال التصريف التاني للفعل خليك فاكر ان كل فعل ليه تلات تصريفات مضارع وتصريف تاني والباص بارتسبل والتصريف التالت احنا عشان نعمل فعل ماضي بسيط هيبقى التصريف التاني للفعل هو اللي هنستخدمه هنا تصريف التاني للفعل ازاي اعمل تصريف تاني للفعل افكرك عندنا طريقتين بنعمل بهم التصريف التاني او بنستعمل بهم التصريف التاني لما يكون الفعل منتظم بقد راح تطلو ED في اخره او حرف D او IED ولو عندنا افعال تانية من الافعال الغير منتظمة ودي لازم طبعا احفظها تعالا ناخد لقطة سريعة كده على الافعال المنتظمة visit تحطلو ED بقى visited closed تحطلو حرف D عشان هو بينتهيب حرف E فبقى closed محططلو D بس كده ماضي تصريف تاني الفعل يتزوج ماري بينتهيب حرف Y وقبليه حرف من الحروف الساكنة والحروف الساكنة هي الحروف اللي مش متحركة فماري بينتهيب حرف Y وقبليه حرف من الحروف الساكنة عشان اعمله ماضي اجيب منه تصريف تاني اروحات اي اي دي يعني بقل بالواي اخليها اي ورحات اي دي ده لو الفعل منتظم لو الفعل غير منتظم مفيش حل ليه غير انك تحفظه واحنا طبعا بنتعلم من زمان من واحنا في ابتدائي ان كل فعل ممكن اجيب منه ماضي والافعال المنتظمة كنت بحفظ الماضي بتاعها زي see so go تصريف التاني wind drive تصريف التاني drove طبعا الافعال المنتظمة لازم احفظها عشان اعرف اجيب منها التصريف التاني للفعل تعالى ننقل على ال usage الاستخدام بس اخدم الماضي البسيط ليه في الانجلس اكيد عشان اعبر بيه عن افعال تمت وانتهت في الماضي خلاص وممكن استعمله عشان اتكلم عن عادات كانت موجودة في الماضي ايه بقى الكلمات اللي لما شوفها تعبر لي ان الجملة دي ماضي تعرفي ان الجملة ماضي كلمات بسيطة جدا طبعا بيجي في مخت اولهم كلمة yesterday امس لو حطيلي في اخر الجملة كلمة ago لو جاب لي كلمة last اي حاجة last week last month last year لو بدأت الجملة بكلمة once عشان يحكي لي حكاية يعني يقول لي ذاتها مرة لو جاتت قوله الجملة كده هيحكي لي حكاية معنى كده ان الجملة ماضي او قال لي صريحة كده in the past طيب examples اول example بيقول he visited his uncle yesterday هو زار عمه امبارح في ايجامبل تاني عن افعال غير منتظمة we went to the zoo last week رحنا جننت الحيوانات الاسبوع اللي فات وطبعا كلمة go فعل غير منتظم في الماضي بتاعه went she met her friends two days ago هي قابلت اصدقائها من يومين وجايب هنا الفعل meet فعل من الافعال غير منتظمة الماضي بتاعه met اخر example بيقول the pharaohs built the pyramids in the past الفراعنة بنوا الاهرامات في الماضي الفعل build برضو فعل غير منتظم الماضي منه built اوكي ازاي انفي النيجيشن صيغة النفي نفي الماضي بيبقى استعمال didn't plus infinitive ما عدا في ربطه بي وهفهمك حالا بس عنا ناخد example اول example عندنا بيقول he walked to school yesterday هو مبارح مش يروح للمدرس عشان ينفيها هياخد وقت يخليها didn't plus الماضي didn't walk he didn't walk to school yesterday اوكي بص كنت بقول لك فربو تو بي لما تيجي تنفيه خلي بالك ان هو بينفي نفسه عندنا example هو في فربو تو بي والجملة ماضي she was happy when i met her هي كانت فرحانة لما قبلتها الفعل كانت فرحانة she was happy she was happy when i met her ده فعل بينفي نفسه she was happy when i met her كانت فرحانة لما قبلتها وده فعل بينفي نفسه فربو تو بي بينفي نفسه she wasn't she wasn't happy when i met her ده كان الباص سيمبل عندنا بقى صيغة مرتبطة دايما بشرح الباص سيمبل وهي العادات اللي بتبقى موجودة في الماضي اعبر عنها ازاي استعمال use the tool بمعنى معتاد على بيجي بعدها الفعل في المصدر وكده انت بتعبر عن عادة في الماضي دعنا ناخد example عشان ما يبقاش بنتكلم بس كده وانت مش معايا مش قارق الموقف كويس use the tool استعمال عادات الماضي وده طبعا بتبقى العادة هنا كانت موجودة وانتهت عادة عن الاب كان بيدخن داد use the tool smoke كان معتاد على التدخيل كان متعاود يدخن دلوقتي خلاص لو عايز تعمل نفي بتنفيها زي اي فعل ماضي بتاخد use the tool تنفيها كده didn't use to هنا فيه example هو بيقول that didn't use to smoke ما كانش متعود ان هو يدخن استعمال use the tool مش بس بالطريقة دي كده بس لا فيه شكل تاني ممكن use the tool يجي بعدها verb ing بسارت ان يكون جاي قبلها am is are اي حاجة هتنفع هنا ممكن استعمال الفعل get او استعمال الفعل become وهنا بيعبر على ان العادة دي بقت موجودة كمان في المضارع دلوقتي العادة مستمرة معايا في المضارع تعالى ناخد example عليها example بيقول that is used to smoking بابا متعود هدخن حاطت is used to فهيجيب بعدها الفعل في الامج smoking ولو عايزين فيها هينفي verb to be برضو زي ما كنت بفهمك من شوية verb to be ايا كان بقى شكله عامل ازاي مضارع او ماضي هو دايما بينفي نفسه فإز موجود هينفي نفسه that isn't used to smoking اوكي تعالى نحل اكسرسيز choose question number one last week i from kairu to aswa traveled number two we a lot of time in japan in 2007 فالفين وسبعة قعدنا في اليابان او قضينا وقت spent number three he 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 at home last week كان في بيته الاسبوع اللي فات excellent اللي قال was number four it cold last night we had a lot of fun we had a lot of fun we had a lot of fun يعني احنا قضينا وقت كويس يعني الجو ما كانش ساعة it wasn't لم يكن excellent اللي قال wasn't مجموعة تانية من الاسئلة question number one she didn't to the beach yesterday لم تذهب الى الشاطئ امس كنا عيلين ان didn't تخلي الفعل بعدها في المصدر excellent اللي قال go number two we come because it was raining ما عرفناش نيجي عشان كان الجو بيمطر كيف بعمل نفي للماضي didn't excellent اللي قال didn't number three she as a teacher when she was young اشتغلت مدرسة وهي صغيرة وهي في سن صغير في الشباب فترة شببها هي طبعا الموضوع في الماضي she worked number four i lived in that house when i young عشت في البيت ده لما كنت شاب صغير excellent لال was when i was young number five you're ready for the exam you're ready for the exam هل كنت جاهز للامتحان أمس هل كنت هسأل هنا where where you're ready هل كنت جاهزا للامتحان number six number six my brother slipped an hour ago هي بتيجي في آخر الجملة بمعنى منذ يعني نام منذ ساعة عندنا كمان يا سنة أولى درس ريدنج جميل جدا جدا بيتكلم عن learn English in London تتعلم الانجليزية في لندن يا سلام بقى لو تعلمت الانجليزية في لندن حاجة تانية هتتعلمها من هتتعلمها من الناس اللي بيتكلموا اللغة دي الأصلية هيبقى تعليم طبعا فرق شاسع لما تتعلم اللغة من الناس هي أصلا بتتكلموا في بلدهم كم فده كورس آآ الطلبة بيروحوا ويتعلموا فيه في لندن وبيقضوا أجازة ويقضوا وقت وكل واحد راح الأجازة دية بيقول رأيه في الأجازة ايه بنبدأ الـ Reading Text بيقول Our students come from all around the world to study and learn in this exciting city طلبة كتير بيجوا من جميع أنحاء العالم عشان يتعلموا هنا ويدرسوا في المدينة الجميلة دي Holiday Courses are for one, two or three weeks ممكن تعرض تقضي فترة الأجازة في الكورس اللي هتقضيه هنا ممكن أسبوع اثنين أو ثلاث أسرين نشوف رأيه مونة طيب مونة من ايجبت راح تقضي الكورس هناك وتعلمت تعال نشوف رأيها ايه بتقول I had a wonderful time at the language school I was there for two weeks It was nice to meet students from different countries بتقول قضيت هناك وقت جميل جدا في مدرسة لغات قعدت هناك فترة أسبوعين وكان من الحاجة الجميلة اللي أنا حستها هناك إن أنا قابلت طلبة من أنحاء العالم من دول مختلفة My favorite place was winter castle We went there by train We walked all around the castle But we did not see the queen أكتر مكان عجب مونة هناك وده مكان راحت له هناك by train راحت له هناك بالقطر We walked all around the castle يعني قعدنا نلف في المكان ده عشان نكتشف القلعة لكن طبعا ما قابلناش هناك الملك في كمان رأي Laura في فرانس بتقول I learned English and had a really great holiday at the same time London's shops are fantastic I bought a lot of souvenirs My favorite activity was a ride on the London Eye Because there was a beautiful view of the city from the top قضت هناك الفترة بتاعت الأجازة بتاعتها وتعلمت الإنجلش وتقول الأجازة كانت جميلة جدا متعلم ومقضية وقت جميلة وطبعا بما إن هي بنت وبما إن هي مش هتقدر تستغنى عن العادة اللي عند البنات في حب التصوق ده حاجة عشقة عندهم فبتقول كمان اشتريت بعض الهدايا التسكرية وكان فيه لعبة عجبتها جدا London Eye اللعبة الموجودة مبينة هي لعبة الساقية تقريبا بتقول كان المنظر جميل جدا لما تبص على المدينة من الأعلى كمان عندنا جورجون جيرماني من ألمانيا جورجون بيقول When I first came to the language school I was not very good at English But the teachers helped me a lot The lessons were fun And for homework we did interesting projects I enjoyed speaking English أنا أول ما وصلت بيقول كده أول ما وصلت المدرسة كنت ضعيف في الإنجلش ما كنتش كويس لكن المدرسين ساعدوني والدروس كمان عندهم فن ممتعة وزينا بالزابط زي الدروس عندنا بالزابط بالزابط And for homework we did interesting projects بيعملوا مشروعات وأبحاث جميلة جدا زينا بالزابط I enjoyed speaking English وطبعا بقى يستمتع ان هو اتعلم انجلش هناك في لندن وكان بيتحدث بيه ممكن ناخد exercise مع بعض يا سنة أولى على ال vocabulary اوكي question number one تقدر طبعا توقف الفيديو تقدري توقفي الفيديو وتختبري نفسك كده وتشوفي هتجيبي كام تبري كل سؤال مثلا من one mark من درجة وتشوف هتجيب كام في آخر الفيديو question one بيقول The Egyptian has three colors red white and blank في ثلاث ألوان أحمر وأبيض وأسر أكيد بيتكلم على The Egyptian flag العالم المصري تحيا مصر number two We went to the top of Cairo tower to enjoy the of the city طلعنا برج القاهرة عشان نستمتع من القمة كده نبص على ايه على المنظر الجميل للمدينة أكيد the view excellent اللي قال the view number three this is full of tourists ماليق بالسياح ماليق بالسياح أكيد بيتكلم عن هاطل number four that is the most important woman in the country أهم امرأة في الدولة أكيد بيقول على الكوين على الملكة the queen number five the film the film was really we all liked it كلنا حبينا الفيلم معنى كده ان هو كان exciting okay مجموعة تانية من الأسئلة متزهقش خلاص احنا قربنا نخلص ده انت يعني تحية ليك وتحية ليكي ان انت مستمرة كده لو لسه مكملها معايا الفيديو وبتحل التدريبات question number six air is a big strong building from the past مبنى من الماضي زمان قوي طبعا وكبير حاجة كده الناس كانت بتتحمى فيها زمان أكيد قصدوا على الكاسل number seven some slow learners take summer to be good at his school subjects في الصيف بناخد ايه عشان نحسن نفسنا ونبقى كويسين في المعدة الدرسية لما المدرسة تبدأ أكيد بناخد summer courses number eight we hope to a great holiday next weekend أتمنى ان احنا عندنا أجازة كويسة لسجوع اللي جاي to have number nine students have many activities at school too the activities اللي عند الطلبة بتبقى موجودة عشان يقدروا ينفذوها ويعملوها to do كلمة دو بتيجي مع الاكتيفتي number ten he can a horse like a horse man بيركب الخيول كأنه خيال he can he can ride a horse وبكده ما خلصنا يا سنة أولى grammar unit 5 with the exercises عليه ألقاكم على خير في الفيديو القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 اشتركوا في القناة